تقدر تقول أنه ما يحدث في العالم الآن أقرب لمصطلح ثورة العواصم ثورة العواصم يعني أنه الجماهير في عواصم كثيرة جدا في العالم تخرج رأي عام يخرجه مش بس من الجاليات العربية اللي موجودة في أوروبا لكن يقف جنبها إلى جنب المواطنين الأصليين المظاهرات اللي بتحصل في لندن ليست فقط الجاليات العربية وإنما عربية زائد إنجليز زائد لما تيجي حتى تشوف الناس تقدر تميز أن هناك من الهنود والباكستان ومن الدول الأسيوية المختلفة يقفون جنبا إلى جنب لنصرة القضية الفلسطينية ووقف هذا الاعتداء الوحشي على قطاع غزة واللي بيتنافى بالكلية مع أي قانون إنساني معروف وأي عرف إنساني مفترض أن احنا نتعامل به نفس القصة هتشوف كل هذه المظاهرات في أكثر من عاصمة قرار داخل الاتحاد الأوروبي أو حتى خارج بعض دول الاتحاد الأوروبي كذا الحال هتجد ثورة العواصم أيضا تطال بعض المناطق والولايات بالولايات المتحدة الأمريكية مش بس واشنطن لكن لما تحب تشوف يعني إيه دولة لديها ازدواجية في المعايير وازدواجية الأحكام والكيل بعشرات المكيالات أو المكايل لازم تشوف إنه مثلا على سبيل المثال ده مثلا من لندن يعني ده على حس ما احنا كنا بنتكلم أو على خلفية حادثنا تقدر تقول إنه بالمصري كده ترمي الملح ما ينزلش على الأرض من كتر ما الناس وقف دول مش بس الجالية العربية في لندن دول ناس من مختلف الجنسيات يقفون لنصرة الإنسانية اللي هي عمليا وقف إطلاق نار في غزة إحنا مش بنتكلم على إنه عملية مبارح هدية شويتين النهاردة إحنا بنتكلم على قرار دولي مبني على اجتماع طارق للجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت فيه الأغلبية بالوقف الفوري لإطلاق النار لما تشوف الإسرائيليين نفسهم من أهالي الأسرة بتوعهم اللي موجودين في فلسطين أو اللي موجودين في عهدة كتيب القسام أو حركة حماس أو المقاومة الفلسطينية وهكذا أحب أن أسمي الأمور بيتظاهروا قدام السفارة المصرية في تل أبيب بيطلبوا مصر بالتدخل ده الدور المصري الدور الذي يساوي بين البشر الدور الذي ينظر إلى القيم الإنسانية كيفما يجب أن ينظر إليها بالقانون الإنساني بالقوانين وبالأعراف الدولية هكذا ننظر للجميع مصر بتلعب دور شديد الأهمية شديد التاريخية في أنها بتقود المجموعة العربية حتى نصل لما وصلنا إليه الأمس ولسه وهناك العشرات من الخطوات اللي أكيد مصر لسه هتقوم بيها إحنا عايزين إيه؟ إحنا عايزين وطن حقيقي للفلسطينيين بدولة مستقلة إحنا وطحين في الحدود وبنقول حدود ما قبل أربعة ستة ألف وتسعمائة سبعة وستين والعاصمة هي الأدس الشرقية عاصمة الأراضي وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة إحنا بنقول أنه لا تهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم بأي حال من الأحوال لا المصر ولا الغير مصر إحنا بنقول أنه لا تصفية للقضية بأي حال من الأحوال إحنا بنقول أنه للشعوب الحق فيه تقرير مصر إحنا بنقول أنه إحنا على الأقل عاوزين نوصل لهدنة إنسانية حتى يلتقط الفلسطينيين مش أنفسهم أروحهم إحنا لدينا مصيبة اسمها ضرب تقريبا كل المستشفيات في القطاع تقريبا إحنا بنتكلم على ضرب المدارس ضرب منظمة الأونروا وقتل الكثير من الموظفين فيه إحنا بنتكلم على أكتر تقريبا من سبع تلاف لتمن تلاف شهيد جراء ما قامت به قوات الاحتلال بمنتهى الوحشية تجاه غزة طب نص العدد ده أطفال يعني ما يقترب من أربع تلاف طفل قتلوا أمام العالم والغرب إما صامت وإما ملتبس الأفكار أي التباس؟ كيف تلتبس الأفكار عندما يتعلق الموضوع بوضع إنساني؟ بتلتبس إزاي؟ طب بنقسها إزاي؟ طب فين الميزان اللي بتقيسوا بيه؟ قولوا لنا طيب إيه المعيار؟ مفيش